اعلنت برصة البحرين مشاركتها في النسخة السابعة من اسبوع المستثمر العالمي WIW الذي يقام سلوياً وذلك في الثاني إلى الثامن من شهر أكتوبر 2023 وضمن مشاركتها انضمت برصة البحرين افتراضياً إلى 82 برصة عالمية في فعالية قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية التي أطلقها اتحاد البرصات العالمية WFE وتعد هذه المرة السادسة على التوالي التي تشارك فيها برصة البحرين في هذا الحدث بما يؤكد التزامها المتواصل بتعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى المستثمرين بالتعاون مع الشركاء المحليين والبرصات العالمية وقعت شركة إيزي للخدمات المالية إيزي بي عدداً من الاتفاقيات التجارية التي تخص تقديم خدمات تقاط البيع POS وبوابات الدفع الإلكتروني المرخصة من قبل مصر في البحرين المركزي هذه المؤسسة البحرينية تقدم سلسلة من خدمات الدفع الإلكتروني لتعزيز العمليات التجارية في البحرين منها قبول الدفع باستخدام الأصول الرقمية بالتعاون مع شركة بايننس وللحاديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا في الستيديو السيد نايف توفيق العلوي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيزي للخدمات المالية مرحبا بك أستاذ نايف في النشرة الاقتصادية مرحبتين يا خيرين أستاذ في البداية لو تحدثنا عن أحدث الخدمات التي تقدمونا حاليا خصوصا فيما يتعلق بالدفع باستخدام العملات الرقمية أو الكريبتو كارونسي تمام طبعا أولا بداية أشكرت بزن البحرين على هذه الاستضافة شركة إيزي طبعا دائما سباقة في تقديم جميع حلول الرقمية لأخذ البحرين لمصاف الدول المتقدمة في موضوع رقمنة حلول الدفع بما فيهم أبل بي وبينفت بي وغيرها بالحديث خصوصا عن البايننس بي اليوم إحنا عندنا التحالف دولي مع شركة بايننس العالمية بإمكان أي شخص عند محفظة رقمية مع البايننس فيها عملات رقمية يقدر يستخدم هذه العملات الرقمية أو الأصول الرقمية خننقول على بشكل محدد على أي نقطة ببيع منتشرة في مملكة البحرين على أجلسة شركتنا طبعا وبالإضافة حق البوابات الدفع الإلكتروني طبعا العميل يقوم بيع وشراء بين وبين التاجر نحن نقوم دور المقاصة وطبعا العميل يقوم بيع العملة المشفرة بما يقابل عملية الدفع وما يكون متأثر من الطرفين في أي تأرجح للعملة المشفرة وهذه طبعا الفكرة طبقناها مع الشركة العالمية وحصلنا كل الدعم من خلال مصر البحرين مركزي والحمد لله اليوم فيه انتشار وقبول واسع في البحرين وبرى البحرين بالنسبة للإحصائيات هل من إحصائيات حول عدد المستخدمين لخدماتكم أو هل هناك مبلغ تم رصده لإجمال مبلغ المدفوعات باستخدام خدمات إيزي بي؟ نعم اليوم طبعا احنا مستخدمين هم من التجار وكافة المواطنين والزائرين يسخدمون أجهزاتنا وقنوات الدفع اليوم طبعا عندنا أكثر من حوالي 2300 تاجر أكثر من 7500 نقطة بيع وطبعا احنا قمنا بتمرير عمليات قيمتها 2.4 مليار دولار بما يعادل 900 مليون بحريني وهذا الشيء طبعا اللي خلاننا احنا سنتين على التوالي ندخل قائمة فوربز لأقوى 25 شركة تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق الأوسط استاذ نايف العلوي شكرا جزيلا على حضورك والآن نترككم معادة لأسواق المالية الخليجية استضاف مركز البحرين العالمي للمعارض يوم الخبراء للجمعية الدولية للمعارض UFI كأولي فعالية من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حيث تأتي خطة الاستضافة كدلالة واضحة على مستوى الاحترافية والكفاءة في تنظيم واستضافة أبرز المؤتمرات والمعارض الدولية باعتبار مملكة البحرين مركزا إقليميا رائدا في قطاع المعارض والمؤتمرات التفاصيل في التقرير التالي بنية تحتية متطورة وبيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمارات وفرها مركز البحرين العالمي للمعارض واستضاف رواد صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى المنطقة ضمن يوم الخبراء المقام من قبل الجمعية الدولية للمعارض هذه الجمعية التي تهجف إلى تمثيل وترويج ودعم مصالح الآضاء العاملين في صناعة المعارض والمؤتمرات عندنا أكبر صناعة القرار الموجودين في هذا المجال يوم عندنا الحمد لله في إكزابيشن والبحرين يتكلمون عن القطاع السياحي بشكل عام وعن مركز البحرين العالمي للمعارض وقدراته في تلبية احتياجات السوق في القطاع صناعة المعارض استضافة مثل هذا اليوم في مركز البحرين العالمي للمعارض يعد فرصة كبيرة لتسليط الضوء على المركز كونه أحدث وأحد أكبر مراكز المعارض في منطقة الشرق الأوسط كما ويؤكد إمكانيات مملكة البحرين للمساهمة وتقديم ما يمكن لدعم هذا القطاع قطاع صراعة المعارض والمؤتمرات في هذا الحدث الهام شارك أكثر من 60 خبيراً إقليمياً ودولياً في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بينهم مجموعة متنوعة من كبار الرواد في هذا المجال وتمكنوا من تعزيز الروابط والتعاون وتوسيع شبكة العلاقات خلال هذا الحدث إثر مناقشتهم عدة محاور لتطوير القطاع اليوم قطاع المعارض عم يشهد تطور كبير بمنطقتنا وخاصة بالخليج وبشكل كمان محدد بالبحرين نحن اليوم بالمركز البحرين الدولي هذا مركز يعني على مستوى عالمي وبيستغطب أهم منظمي المعارض وأهم المعارض والفعاليات يلي بتنعمل بالمنطقة أنا اللي بشوفه أنه بعد فيه إمكانية لتطوير القطاع أكثر جاذبية المملكة مكنتها من استضافة أحداث مهمة عدة ووضعتها على خريطة العالم كمركز إقليمي رائد في قطاع المعارض والمؤتمرات حيث تشكل عضوية مركز البحرين العالمي للمعارض في الجمعية الدولية للمعارض دلالة واضحة على مستوى الاحترافية والكفاءة